اشتركوا في القناة قد تدفعنا لنحكي على شو عم بصير بغزة والحرب بين الفلسطينيين والإسرائيليين ومن هون رح تكون بداية حديثنا معك خصوصا التقارير الأمريكية التي تحدثت عن بدء العدوان أو الغزو البري من إسرائيل داخل غزة يعني بالواقع حداث غزة ما لازم تشغلنا عن أدفاق الشامعة الأولى للشهور الرئاسي لأنه كل المؤشرات تشير أنه نحن بمرحلة يمكن قد تطول هذا الشهور الرئاسي طالما هذه الانقسامات مستمرة بالوضع الداخلي وطالما بقيت الأطراف الحزبية والسياسية اللبنانية على مواقفها المعهودة بالنسبة للتمترس بشكل عناد يعني وعدم الأخذ بمصرح البلد بعد الاعتبار ما يجل بغزة بالواقع يعني اليوم هو تطور جديد في سياق الحرب الإبادة اللي عم تمارسها الدولة الصيونية على الشعب الفلسطيني بغزة لأنه اليوم بعد 24 يوم من القصف الجوي المدمر والوحشي والعنيف يحصد عشر مئات الأطفال والنساء بلا رحمة ولا شفقة وطحت أنظار العالم اليوم عم يشوف أنه حاولوا يتقدموا بالعملية البرية هل هذا يعني بدأت العملية البرية أم هي عملية استطلعية كما حدث الأسبوع الماضي تماما يعني أنا بتصور خلال الساعات القليل المقلي سيتقرر مصير هذه العملية بالذات لأنه حتى الآن التقارير الوارد من غزة أنه بتقول فيه مقاومة قوية من كبل حماس والجهاد الإسلامي للكوة المتقدمة وأوقعوا خسائر فادحة فيها وفي بعض محاور وقفوا تقدمها هذا بالحقيقة بيخلي الأمور شوي قابلة للانتظار ليه للحكم إذا كانت هذه العملية هي عملية استطلعية لاختبار مراكز قوة وضعف قوة حماس البرية أم هي العملية البرية يقول الجيش الإسرائيلي في بيان أن قوات تخوض معارك داريا مع حماس في عمق قطاع غزة وتحدث عن مقتل عشرات المسلحين في الساعات الماضية وأيضا نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي فيديو يتحدث عن انطلاق هذه العملية البريبة بوقت قالت كتائب عزدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أن مقاتليها أيضا يخذون اشتباكا مع قوات العدو المتنوعة شمال غرب غزة ويستهدفون وسهدفوا أليتين ما أدى إلى اشتعال النيران في هاتين الأليتين هذا الاشتباك من شأن يعطل فعالية الطيران وهذا شغل مهم بالنسبة لمقاتلي غزة لما يكون اشتباك بمستوى أحياء ومدن الطيران يفقد فعاليته وبالتالي تتفتاح غزة يمكن لساعات معدودة من عمليات القصف الجوي المستمرة من 24 ساعة ولكن هذا لا يعني أنه العملية البرية الإسرائيلية حتكون مجرد نزها حيكون فيه خسائر كبيرة توقعات الأمريكية بالذات يعني توقعات البنتاجون أنه حتكون عملية مكلفة جدا على الجيش الإسرائيلي وبالتالي لابد من أنه يخذوا بعين الاعتبار الكوة حماس التي ما زالت محافظة بعد 24 يوم من الحرب على كوات البرية ولن تتعرض إلى أي خسائر برية خسائر اللي عم تصير في صفوف المدنيين أكتر من اللي عم تصير في صفوف كوات حماس وبالتالي حماس بعد جاهزة للحظة المواجهة البرية أستاذ صلاح اليوم ما الذي أعطى حماس هذه القدرة العسكرية التي تطورت هل هو اليوم الدعم الخارجي لها هل هو اليوم التمرين الداخلي أو اليوم الضعف الذي ظهر بصفوف النظام السياسي الإسرائيلي وحتى العسكري بالفترة الأخيرة بالواقع عدت عوامل أدت إلى هذه النتائج بالواقع حماس هي متفردة بحكم غزة من 2007 استطعت أن تكون جيش يقدر تعتاده بحوالي 60 ألف مقاتل يعني 60 ألف مقاتل على مساحة مثل غزة نحن نتابعنا اليوم الكلام في مجلس النواب الأبرز ربما قول النقم الياس بوصعب أنه لبنان سيكون موحدا في حال صارت الحرب ما بدنا نحرب وهذه رسالة للعدو الإسرائيلي وأيضا الوضع في الجنوب تأثير ما يحصل في غزة على الوضع في الجنوب ولكن بدي دال معك بجوابك مطرح ما كنا بالحوار قبل ما نروح إلى النقل المباشر لما كنا عم نحكي عن قوة حماس اليوم بعد 24 نهار من انطلاق عملية طفان الأقصى ما الذي أعطى هذه القوة هل هو اليوم التدريب الداخلي التدخل الخارجي أو التغيرات التي صارت في المنطقة هو بالواقع التدريب الداخلي للاستعدادات الداخلية الذاتية لحماس مثل ما قلنا عند جيش حوالي 60 ألف مقاتل من جهة تراكم التجهيزات العسكري صواريخ وزخيرة وأسلحة مختلفة على مدى السنوات الماضية من جهة وتالتاً الاعتماد أسليب الحرب الحديثة باختراق السيستام السبراني للعدو وللقدرة على تحقيق هذه الاختراقات الغير مصفوقة في تاريخ صراع الفلسطيني الإسرائيلي بهذه السهولة وبهذا الحجم فمن هون يعني هذه العوامل كلها على بعضها تشكلت هذه الكوة لحمس أضف إلى ذلك أن الجماعة يبدو أنهم مستعدين لحرب طويلة الأمد من خلال خراية الأنفاق المعمولة بتحت غزة ويقال أن هناك غزة أخرى تحت الأرض أيضاً هي التي مكنت حماس ومقاتلين من الصموت وفتت القصف السابقة وهي التي حمد الرهائن كمان بنفس الوقت ما يصابه بالقصف العشوائي اللي كانت عم تتعرض له الأحياء والمناطق فوق الأرض بغزة فهي الحقيقة كان في نوع من استعدادات واضحة هادئة صامتة بعيدة عن الضجر العالمي بعيداً عن أضواء هي التي أوصلت حماس إلى ما هي عليه ولكن مفاجأة الكبرى كانت مش باكتحامات 7 أكتوبر 20 فقط ونتائجها المظهلة المفاجآت عم تكون أنه بعد 24 يوماً من القصف المدمر ومن النيران المكسفة من جانب الإسرائيلي والمزود بأحدث أنواع القنابل الأمريكية الزكية سطعت حماس أن تستمر وتحافظ على بنية العسكرية وتحافظ على المبادرة العسكرية من خلال استمرارها بإطلاق الصواريخ باتجاه الأبيب والمناطق الإسرائيلية الأخرى اليوم الفريقان أو الجانبين يعني عم بيقولوا أنه ممكن أن هناك حرب طويلة وهناك استعداد وقدرة على الصمود في هذا الحرب الطويلة ولكن ماذا عن المدنيين؟ عن اليوم ألاف الشهداء الذين سقطوا في فلسطين ألاف الأطفال وحتى النساء والوضع الإنساني الصعب جدا في غزة هل يصمد أهل القطاع مع كل هذا الحصار القوي عليهم؟ نشوف بالواقع دائما المدنيين هم ضحايا الحروب ليس فقط في فلسطين حتى في الحروب العالمية الأولى والثانية والحروب الأقليمية والثنائية اللي حصلت يعني على مدى التاريخ ولكن ما يميز اليوم أهالي غزة هذا الإيمان الكبير بأرضهم هذا التمسك بالأرض وعدم نزوح عن أرضهم وتالتا أنه ماندون مفر اللي يخرجوا منه على طريق طارق من زيادة البحر أمامكم والعدو من خلفكم المعابر كلها متسكرة بالنسبة لخارج غزة اللي بتؤدي لخارج غزة وبنفس الوقت العدو نازل دك بالقنابل المحرقة والفسفورية والمدمرة على الأماكن السكنية والأحياء المدنية إذن اليوم ليس هناك مفر أمام أهالي غزة من الصمود وحنا صمدين ببطولة رائعة ونادرة الحقيقة لأنه رغم كل هذه الضحايا بعدنا عم نشوف أمهات وأباء عم يحملوا أولادهم أطفالهم أشلاء ويرددوا شعار الثورة وبعض الصمدين وما ننسى أنه كمان هذا الحصار الغير إنساني والذي يتنقل مع أبسط مبادئ قانون الحرب واتفقيات جنيب محاصرين بالدواء والمياه والمساعدات الغذائية حتى الاتصالات وهلأ صاروا كمان أطعوا عنهم اتصالات لأنترنت يعني هذا حصار غير مسبوك في تاريخ الحروب الأخرى وهذا يعتبر الحصار بحد ذاته جريمة حرب ضد شعب أمن وأعزل من أهل غزة توقفت مع اليوم ضيان إذا بدنا نقول على لبنان حركة حماسة 24 نهار أمام كل ما يحصل في المنطقة هذا التحرك العسكري لكنت هي من بدأ هذا التحرك ولكن لأول مرة اليوم الإسرائيلي برد على تحرك عمل عليه مش هو بيكون بلاش هذا التحرك لنرجع على 27 الأول الذي حصل اليوم هل هو يظهر ضعف أو ارتباك في الداخل الإسرائيلي؟ نرى ما حصل في 7 أكتوبر بالواقع كان مفاجأة كبيرة حتى لحماس قادرة حماسة تم التواصل معهم في بيروت أكدوا أنه لم يكن يتوقعوا تحقيق ما تحقق بهذا الحجم وبهذه السهولة وبهذا الوقت القصير جدا سواء على صعيد الرهائن عدد الرهائن الذين استطعوا الحصول عليها أو حتى بالنسبة للنتائج المدنية في مختلف المستوطنات خلال غزة فإذا هذا الإنجاز الكبير عمل صدمة مروعة في الداخل الإسرائيلي اللي عايش على وهم اسمه الجيش الذي لا يقهر وما تندين أنه على وسائل تكنولوجيا متطورة برصد الحركة والمراقبة وحتى أسلحة تتعامل أوتوماتيكيا مع أي حركة بتصير دون أي تدخل بشري فهذه كلها تعطلت استطعت حماس أنه تعطلها قبل بدء الهجوم وهي اللي أفسحت لها المجال لتحقيق هذا الهجوم ما في شك أنه هذه الصدمة غيبت القرار الإسرائيلي لساعات ثمينة جداً اللي هي الساعات التي أعقبت الهجوم وكان في حالة ضياع والتخبط ومدة تقريباً يعني حوالي 24 ساعة قبل أن تعود القيادة العسكرية الإسرائيلية تمسك بالمبادرة من جديد وحتى قبل أن تعود الحكومة الإسرائيلية تجتمع وتقرر سيف ستكون المواجهة يعني من هون أنه هذه الصدمة بالواقع كشفت نقاط ضعف في جسم العدو الإسرائيلي وهذا الضعف عم يظهر يوماً بعد يوم أكثر كيف عم يظهر اليوم في المعركة؟ شوف اليوم من يوم الأحد مجرد ما أعلن نتنياهو أنه رئيس الشباك والمخابرات الإسرائيلية هم المسؤولين عن التقصير الحاصل في سبعة شريم معناته بدأت الجفة الداخلية الإسرائيلية تتفكت بدأت تتصدع اليوم عم نسمع أنه القرار اللي أخده نتنياهو التأخير نتنياهو العملية البرية هو بيتحمل مسؤوليتها اليوم طلعت بديعوت أحرانوت كشفت عن قرار أمني خطير وسري من ألف ومن ألفين وستعاش من قبل سبعة سنوات تتوقع سيناريو الذي حصله بسبعة أكتوب بالنسبة ليه لأعداد الخطط اللي عم تعدى حماس بالنسبة اكتحام المستوطنات بالنسبة لخرق السياج بالنسبة ليه الحصول على الأسر على أسر ورهائن وبالنسبة لنقل المعركة إلى الداخل الإسرائيلي وهي من شأنه أنه تعمل فضيحة بدولة مثل إسرائيل عادة بعد كل حرب بشكله لجنة تقصي حقائق ويحاسب المسؤولين عن كل تقصير حصل وهذا اليوم اللي بيشير أنه بالنتيجة نتنياهو كسياسي انتهى عملية مستقبله السياسي وسيكون هو في مقدمة الناس اللي عم تحسبوا على التقصير اللي صاير بالغزة سيد سالح سنتابع معك الغوص في تفاصيل الملف في غزة وأيضا اطلالة الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله يوم الجمع ولكن بعد هذا الفاصل الأعلاني مجدية ام تيفي أهلا بكم من جديد إلى هذه الحلقة الحوارية ومعنا في السيديو رئيس تحرير صحيفة اللواء الأستاذ صلاح سلام أهلا وسهلا فيك من جديد كنا عم نحكي معك دائما عن الوضع في غزة ونصل إلى سؤال عن الموقف الإيراني من ما تقوم به حركة حماس اللي بتابع المواقف الإيرانية أستاذ صلاح بلاحظ أنه هناك مواقف تقول لا علاقة بما حصل مع إيران هناك مواقف تقول أيضا وتشدد بين مبدأ وحدة السحات وأيضا مواقف أخرى بتقول لا نريد ربما توسيع رقعة الحرب ولكن نحن على استعداد القيام بهذا الأمر كيف يمكن قراءة هذا المشتناقض بس التغيرات في الموقف الإيراني يعني العلاقة العضوية بين طهران وحماس غير قابلة للتجاهل يعني أو للنكران لأنه علاقة عضوية تاريخية والإيران متهمة بين هنالين أنه هي التي تسلحت حماس بالصواريخ والمعدات الهجومية المتطورة والتالي ما فيها طهران تعزل نفسها عما يجري في غزة أولا اثنين واضح تماما أنه الاتصالات التي جرت مع قيادات حماس سواء من بيروت أو من أماكن أخرى من ضمن محور الممانعة توصلت إلى نتائج أنه طالما نحن قادرون على الصمود والتصدي لا نحتاج إلى أي مساعدة من أي ساحة من أي طرف خارج غزة ولكن عندما تحين ساعة المساعدة نحن نبلغ ونحن نطلب ذلك حتى الآن ممكن القول أنه حماس لن تطلب أي مساعدة من حلفاء بالخارج سواء الحزب أو الحسيين أو الحجد الشعبي أو حتى من طهران هذا لا يعني أنه الأمور ستبقى ماشي على هذا المنوال طبعا الأمور رهن تطورات المعركة كيف لا توصل ولكن المبدأ أنه طهران حولت أن تحيد نفسها عن الحرب وتوسيع رقعة الحرب سواء بشكل مباشر أو من خلال حلفاء بالمحور الممنع وخاصة حزب الله حماية أولا للبنى التحتية لحزب الله وللأطراف محور الممنع وتانيا لعدم وجود حاجة ملحة للتدخل بشكل مباشر أضف إلى ذلك أنه وجود البوارج الأمريكية في المنطقة والتهديد الأمريكي بالرد المباشر على أي تدخل من أي دولة وتهديد طهران وموسكو بأن القصف سيطال القصر الرئاسي السوري في حال حصول أي تدخل مباشر في هذه المعركة كمان كان له حساباته بالمعركة العسكرية كمان بنقول إنه ما يجري حاليا في الجنوب اللبناني منذ الأيام الأولى لاندلال حرب غزة بعده يعطب ضمن قواعد الاشتباك بس توسعت نوعا ما اليوم رقعة الأهداف عم تتوسع ولكن بعدها ضمن السيطرة خلينا نقول ضمن الحدود المقبولة من الطرفين يعني اليوم شو قواعد الاشتباك عم نحكي قواعد الاشتباك إنه ضربت أنت قضيف يا أو صاروخ منطقة على موقع بيكون الرد عليه بمماثلا على الموقع ضربت على بمنطقة فلا ما فيها مدنيين بيكون الرد على نفس الشيء ضربت مدنيين وأوقاع التصابات في صفوف المدنيين سيكون الرد بنفس الطريقة وحتى عند سقوط الشهداء حضو الله كان في رد من الجانب الحزب على مواقع عسكرية مباشرة أو قاعة إصابات صفوف الجيش الإسرائيلي إذن نحن بعدنا ضمن قواعد الاشتباك مظبوط إنه في أحيانا القصر عم بيطال أطراف كرة جنوبية على الحدود مباشرة باللبنان ولكن ما ننسى إنه بالمقابل إسرائيل أخلت حوالي 128 ألف نسمة من مستعمراته على الحدود اللبنانية وعلى عمر خمسة كيلومترات يعني معناته هذا يتصع لخلق مساحة آمنة اليوم على الحدود مع لبنان يعني بعناته متحسبين في حال تطورت الأمور إنه يكون الوضع سكان المستعمرات بعيدا عن نيران أي اشتباك ممكن أن ينتوسع في لحظة من اللحظات فمن هون عم نقول نحن إنه بعدنا ضمن قواعد الاشتباك وبعدنا ضمن حدود الرد والرد المقبول من الطرف الآخر ولكن هل هذا الأمور سيستمر إلى متى؟ هون السؤال الكبير لأنه هذا رهن بتطور الحرب هل اليوم أعلن الجيش الإسرائيلي بدء التوغل البر إلى غزة سيغير في هذه المعادلة خصوصاً وأنه الناتو يحذر اليوم من اتساع رقعة الحرب في المنطقة وأيضاً اليوم خبر يعني عم بيسير بشكل متقطع دخول الحثين من جديد علاقات ما يحصل في المنطقة من خلال إطلاق مسيارات نحو إسرائيل أن الحسيين باتجاه الأراضي المحتلة يعني اتجاه المناطق الإسرائيلية لا يعتبر خروجاً عند قواعد الاشتباك اللبناني على الحدود اللبنانية القصف الذي تتعرض له قاعدة الأمريكية بالعراق عين الأسد والإصابات التي تقع فيها أكتر من 30 إصابة صاروا ليس لها علاقة بقواعد الاشتباك بالحدود في جنوب اللبناني نحن اليوم وضعنا يختلف شوي عن الآخرين لو نحن بوضع مجابعة مباشرة على الحدود وبالتالي هذه الظروفة وحساباتها تختلف عن حسابات القصف البعيد المدى سواء الصاروخ أو المسيرات من اليمن أو من خلال الضغط على الوجود الأمريكي بالعراق وتوجيه رسائل نارية من محور المناعة للقواعد الأمريكي بالعراق مقابل الدعم الأمريكي الأعمى والإنحيات لمحدود والمطلق للعدوين الإسرائيلي على غزة نعم تقول حركة حماس أيضا في تصريح آلميين عن المسؤولين عن اليوم أنه هدف العدو الإسرائيلي هو فصل القطاع الشمال عن الجنوب ولاحقا الضغط أكثر على سكان القطاع في الجنوب لمغادرة القطاع القطاع بشكل نهائيا من القصف حتى يشمل الجنوب ولو بوتيرة أقل من الشمال هل هذا هو الهدف الحقيقي هل هذا ما ستتساين تنتقل عليه الأمور ما في شك أن تقسيم القطاع يسهل على العملية العسكرية على العدو الإسرائيلي أولا ممكن أن يتفرد المنطقة الشمالية من القطاع بالدرجة الأولى التي أصبحت تدميرها تقريبا يعني بعدود 45% من المباني والأحياء ويشكل ضغط أيضا نفسي على السكان الجنوب وحتى على النازحين من المناطق الشمالية للقطاع حتى ضمن الخطة التي أعلنتها تل أبيب منذ الأيام الأولى للحرق أنه على الفلسطيني النزوح إلى سيناء ولكن الموقف المصري موقف أساسي موقف أساسي وموقف هو الذي يعول عليه برفض السماع النزوح الفلسطيني إلى سيناء أو الخروج الفلسطيني من غزة إلى سيناء وبالتالي إحباط المخطط الإسرائيلي بتصفية القضية الفلسطينية وبإخلاء غزة من سكانها الأصلي وهنا أنا هم بدي أقول يعني نستطر أن الحرب لأننا نتانياهو قبل 24 يوما لم تحقق بعد أي من أهدافها أولا لم يستطيع قضاء على حماس ولا على قيادة حماس كما أعلن منذ اليوم الأول ثانيا لم يستطيع إخماد المقاومة التي تمارسها حماس وإطلاق صواريخ باتجاه المدن الإسرائيلية الأبيب والمدن الأخرى وثالثا لم يستطيع أن يحقق الترانسفير الذي أعلن ويبشر به منذ الأيام الأولى للحرب أيضا أنه على أهل غزة أن يخرجوا إلى سيناء في منطقة آمنة في سيناء إذن أهداف الحرب الإسرائيلية حتى الآن لم تتحقق وبالتالي ما زالت تدور الحرب الإسرائيلية في دوامة الفشل وهذا يحمل نتنياهو مسؤولية مضاعفة بالداخل الإسرائيلي وهذا من شأنه أن يوسع أيضا رقعة الخلافات بين القيادات الإسرائيلية وأيضا لم يتمكن من تحرير الأسرة أيضا مع كل كلام الذي قاله في هذا الإطار وأيضا كلفة الأسبوع للماضي المفاوضات والكلام الذي نقلته الجزيرة اليوم عن مفاوضات تقوم برعاية قطرية وأيضا بالتعاون مع الأمريكيين بما يتعلق بموضوع الأسرة ومن يتابع شيف نهار الجمعة بعد ساعات قليلة من هذا الخبر اشتدت وطيرة القصف في غزة وكانت فعلا ليلة قاسية على أهل القطاع هل هذا كان مؤشر إلى تعثر هذه المفاوضات أو إلى تشديد مطالب فريق مقابل فريق آخر بالمبدأ قرر حماس أن لا إطلاق للرهائن قبل وقف إطلاق النار قبل الضمانات أمريكية ودولية لوقف إطلاق النار لأن إطلاق الرهائن بدون إطلاق حرية ولكن الرئيس بايدن قال يوم وقف طاق النار يعني حيفيد حماس ما حيفيد حدا تاني لا بل حيفيد الرهان حيكون بالنتيجة وضع حدا لهذه المأساة لحرب الإبادة اللي عم يتعرض لها الشعب الفلسطيني وهون المشكلة أن نتناهو ما بيقدر يوافق على قرار وقف طاق النار قبل أن يحقق شيئا من الأهداف الحرب لحد هلا كل هذه الأهداف لم تتحقق وبالتالي هو غير قادر على تأمين إطلاق الرهائن بالقوة من خلال الغراض أو من خلال العملية البرية وبالتالي ستبقى العملية البرية أسيرة الفشل السابق أسيرة الفشل الذي تحققه كمان بالقصف الجوي طالما الرهائن بقيت مع حماس وطالما أنه لم يستطيع الوصول إلى كيادات حماس بشكل مباشر بتنجع المفوضات يوم برأيك أستاذ صلاح بما يتعلق بموضوع التحرير الأسرة المفوضات التي تجري بين الدول في المنطقة أنا تقديري قد تتمي الإفراج عن بعض الأطفال أو بعض كبار السن أما أتلاق الرهائن بشكل عام وشكل كامل بتصور من الصعوبة بمكان لأنه هذه ورقة كثير مهمة بياد حماس إذا قدمتها مجاناً ما حتى تقدر تلجم الاعتداء الإسرائيلي ووحشيته على بقية مناطق سؤال أخير ونروح معك إلى المحل الملف اللبناني وأيضاً تداعيات من الذي يحصل في المنطقة على لبنان الموقف العربي من التصعيد العسكري توجه غزة يعني ما شفنا غير بعض القرارات بوقف إطلاق النار محاولة نجحت في الجمعية العامة والمتحدة بإصدار قرار ولكن أكثر من ذلك لم يحصل لا فيه تطور عربي مهم اليوم حصل مبادرة المملكة العربية السعودية للدعوة إلى قمة عربية طارئة 11 نوفمبر الحالي وبالتالي يعني في معناته التحرك عربي قوي للإمساك بالمبادرة من جديد طالما فشلت أمم المتحدة بالتحقيق وقف إطلاق النار من خلال مجلس الأمن أو حتى من خلال الجمعية العامة يعني اللي تم تصويت عليه قرار بالوقف إنسانية بوقف طاق النار للأسف لم تتحقق لأنني أعتبر أن هذه القمة ستحقق كثيرا بالنسبة للموقف العربي وستعيد التوازن للوضع العربي أكتر وستعيد دفعا قويا للموقف العربي بالحد من الاندفاع الإسرائيلي الحالي بالعودة للملف اللبناني الجميع ينتظر نهار الجمعة الساعة 3 كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الذي لم يظهر على الإعلام منذ 27 الأول أولا هذا التكتيك برأيك هل كان نوع من الحرب النفسية على العدو الإسرائيلي؟ كان قرار حزب الله منذ اليوم الأول أنه نحن لن نعلن لا عدم اشتراقنا في الحرب ولا اندماجنا انزلاقنا إلى هذا الحرب تركين للعدو الإسرائيلي أن يفسر تصرفاته والحيرة لن يعطوه موقفا مجانيا وهذا عمل مفعول كتير مهم عمل إرباق في الوضع الإسرائيلي وعمل خلى الإسرائيليين يبعثوا قوات إضافية على المناطق الحدود الشمالية مع لبنان وخلىهم كمان مثل ما كنا عم نقول يخلوا المستعمرات الحدودية مع لبنان لأنه لو أعطا حزب الله لو أعطا تطمينا من اليوم الأول الحرب ونحن لن ندخل بالحرب كانت إسرائيل فرغت الجبهة الحدودية الشمالية وبعتت كل قوتها إلى الجبهة الجنوبية مع غزة فمن هون أنا أعتبر أن هذا التكتيك كانت تكتيكا ناجحا زكيا وحقق الأدف المرجو منه ألا ماذا سيقول سيد حسن نصر الله يوم الجمعة أنا بتصور هذا رهن بتطور مجرى المعركة خلال مينة واربين ساعة ولكن أنا المعلومات المتوفرة حتى الآن أنه قرار حزب الله لن يفرد بالأمن اللبناني ولن يفرد بالوضع اللبناني في معركة مع العدو الإسرائيلي إسرائيل عن تختار توقيته وليس الحزب يعتبر حزب الله أنه أي معركة حاليا بدأت تصير مع العدو الإسرائيلي ستكون بالتوقيت الإسرائيلي وبالتالي لأن سيفوت هذه الفرصة على الجانب الإسرائيلي للتفرد بالوضع اللبناني نعم المجتمع الغربي عبر من يمثله من سفراء وديبلوماسيين وغيرهم يعني بيوصلوا رسائل الداخل اللبناني أنه ما في حرب بحال حزب الله ما تدخل اليوم وموسع رقعة الاشتباك في الجنوب أيضاً طبعاً أكثر من زيارة حصلت حتى الساعة وزيرات مرتقب هذا الأسبوع وزير الجوش الفرنسي أيضاً باربرا ليفريج عجي حتى إلى بيروت كلها تدخل من إطار اليوم التحذير من دخول لبنان إلى حرب كما قلناك إيران أعلنت أكثر من مرة على لسان وزير خارجية عبداللهيان أنه لا ترغب بتوصيع رقعة هذه الحرب وليات المتحدة الأمريكية أعلنت أكثر من مرة بأنه ليست متحمسة له توصيع رقعة هذه الحرب فمعناته في نوع من الموقف بس ما حد طمان كمان أي ما حداً يعطي ضمانات للآخر مجاناً يعني عدي نقطة كثير مهمة أنه وليكن مجرد تكون فيه مواقف أمريكية إيرانية بعدم الرغبة يتوصيع رقعة الحرب يكون هذا خطوة أساسية حتى لبنان لا ينظرك إلى هذا الحرب في لحظة منها في غفل من الزمن أيضاً يقول رئيس حكومة تصريف الأعمال في مقابلة مع وسيلة إعلام أجنبية بالساعات الأخيرة أنه الشعب اللبناني لا يريد الحرب لا يمكن أنه طمئن بين الأمور لن تذهب إلى الحرب ولكن حسب ما تجري الأمور عليه يبدو أن حسب الله يتعامل بعقل نية توجه المعطيات اللي عم بتكون مطروحة على الطاولة والحكومة أيضاً تبعنا مثل ما شفنا بالنقل المباشر عم بتحضر كمان لخطة الطوارئ واستمعنا إلى هذا الموقف اللي قاله النائب الياس بصعب نحن سنكون إيد وحدة في حال صارت حرب بس ما بدنا الحرب كيف يمكن قراءة المواقف اللبنانية المحلية المؤكد منه أن هناك أجماع لبنانياً لا يريد الحرب سواء بنختلف المقونات بما فيها المكون الشيعي وبالتالي نحن اليوم ما رايحين عم نزيد على بعضنا أنه مين بد يروح الحرب مين ما بد يروح الحرب لأول مرة في موقف وطني جامع وواحد أنه نحن لا نريد هذه الحرب بأي طريقة هذه نقطة كتير أساسية يمكن أن نبنى عليها المشكلة وين أنه بدل ما نبنى عليها لنروح لها التوافقات سياسية ننتخي برأي جمهورية ونشكل حكومي دستوري قادرة عم نخلي هذا الإجماع فقط محصور في خيار الحرب فقط في حين أنه دول أخرى في زمن في ظروف حربي وخطر مثل ما نحن عم نتعرض له بتروح دائماً لتعاون فيما بينها تضع خلافاتها جانباً عدو الإسرائيلي هيقام والعدو الإسرائيلي شكل حكومة حرب خلية 48 ساعة للأسر أنه نحن بعدنا أسري مواقفنا اللي كانت من قبل الحرب طرح رئيس حزب الكتائب أن أب سامي الجميل من البرلمون أيضاً فكرة أنه ينتشر الجيش اللبناني على طول الحدود الجنوبية لضمان عدم نشوب حرب في المنطقة هل هذا الطرح اليوم يمكن تطبيقه؟ انتشار الجيش اللبناني في الجنوب لا يحول دون حصول عمليات من كبر بعض الفصائد سواء الحماس أو غيرها وبالتالي الجيش موجود حالياً بالجنوب ولكن لا قدرات لوجستية عنده ولا قدرات تقنية تقدر يسيطر على الحدود كما يجب أن يسيطر عليها كلنا بنعرف قدرات الجيش اليوم بأدنى مستوياتها للأسف والحكومة والدولة اللبنانية مقصرين جداً مع المؤسسة العسكرية الوطنية ومع ذلك بدنا نحملها أوزار خلافاتنا وانقساماتنا وتقصيراتنا لا اليوم الجيش موجود الجنفة الموجودة والأهم من هيك أنه كمان حزب الله عملي يساهم بالضبط الأمور قدر الإمكان بالحدود الجنوبية حتى لما تفلت أمام مسلحيين الفصائل الفلسطينية والدب الفوضى بالمنطقة بدأنا هذا الحوار معك أستاذ صلاح من حيث بدأنا الحوار من عام على الفراغ الرئاسي في قصر بعبدة وحتى خوض هذه الحرب التي تحصل اليوم على الحدود مع لبنان من دون رئيس في قصر بعبدة للأسف بكل حزن نقوله أنه سنطفق الشمع الأولى اليوم ولكن نحن اليوم كان مفروض أول خطوة نعملها أن يكون في عنا جابة وطنية متماسكة نحط خلافاتنا على جنب ونروح لانتخاب رئيس جمهوري وتشكيل حكومة كان يمكن أن يصير هذا الأمر يعني شفنا اليوم تحركوا القيادات المحلية شفنا اللقاءات ما كانت تصير من قبل يعني محفظة الألقاء بجبران باسيل مع سامين فرنجية حتى جلسة مع الرئيس نبيه بره وغيره من السياسيين هذه الحركة كانت بداية ولكنها ليست كافية كان يفرض من كل القيادات أن تتحرك باتجاه بعضها لأنه بالنتيجة هذه مصلحة البلد العليا نحن بعد للأسف في قيادات عم تقيس مصلحة البلد على مصالحها الأنينية والفئوية والحزبية والشخصية نحن اليوم إذا قدرنا وصلنا حطينا خلافاتنا على جنب ورحنا لنقول بدنا رئيس مونقز يعني على الأقل وهو حكومي قادرة على أن تتحاور مع أي طرف آخر بره ليش لبنان ما دعية إلى قمة القاهرة شو مكرا إذا دعي لبنان على قمة العربية اللي عم تدعي لها المملك العربية السعودية من يمثل لبنان شو حيكون مستوى تمثيل لبنان وكيف حيكون مكانة لبنان وكنتو هل ستكون مسموعة في زل هذا الفراغ بالرئاسي وعدم وجود حكومة دستورية كاملة صلاحيات للأسف لا فلذلك نحن عم نضيع المزيد من الفرص وعم نكلف الحم للبلد المزيد من الأعباء والخسائر بهذه المرحلة رئيس الحرير صحيفة اللواء صلاح سلام شكرا لك على هذه المدخلة أهلا إلى هنا ينتهي الوقت المخصص لهذا الحوار تابعوا آخر الأخبار عبر صفحات الام تي في على مواقع التواصل الاجتماعي وفي نشاراتنا اللاحقة إلى اللقاء اشتركوا في القناة